السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا في كل مكان متابعي قناة مستر أحمد علي المصري يارب تكونوا بخير وفي أساعة حال الحقيقة الفيديو ده موجه لطالبات الشهادة الإعدادية البنات اللي عايزة مدارس للبنات بتسأل ايه هي أفضل مدارس للبنات بعد تلتة عدادة ان شاء الله في الفيديو ده هنجاوب على هذا السؤال ان الحقيقة في ناس كتير جدا عايزة تعرف هذه المدارس وهذه التخصصات وإيه أفضل المدارس والكلام ده كله ان شاء الله والتفاصيل معانا في الفيديو ان شاء الله فتابعوني وإذا كانت دي أول مرة تشاهد فيها القناة شرفني بالاشتراك وبتنساش تفعيل الجرس عشان ان شاء الله يجي لكل جديد وتشاير الفيديو عشان غيرك يستفيد بصوا بقى يا بنات أول حاجة مهمة جدا 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 في اختيارك للمدارس هي الثانوية العامة يا مصر احنا يعني الثانوية العامة مش عايزين الثانوية عامة احنا دلوقتي هنرتب كل حاجة بالترتيب المنطقي بتاعها وكل واحد يشوف وينقل حاجة اللي هو عايزها على حسب المحافظة بتاعته وعلى حسب المجموع بتاعه تمام كده فاحنا بنرتب هذي الأولويات من وجهة النظر بتاعتنا الطبيعية ولكن كل واحد برضو ليه وجهة نظر وكل واحد ليه ميول وليه رغباته وليه بيحب المجال الفلاني عن مجال تاني وكل واحد يعني زي ما بنقول كده ينقل حاجة اللي تنسبه فأفضل حاجة من وجهة نظري هي الثانوية العامة ايش معنا يا مستر؟ لان طبعا سيادتك في الثانوية العامة تقدر تخش علمي أدبي تقدر تخش حاجة اسمها علم علوم أو علم رياضة يعني قدامك كليات مختلفة كتير كليات الطب كليات الهندسة حاسبات ومعلومات كليات العلوم التربية التجارة الحقوق عندك مجموعة كبيرة من الكليات كليات الأرسن كليات الإعلام فعندك اختيارات كتيرة جدا بالإضافة لاختيارات معاهد عالية بتبقى برضو كتيرة جدا ومهمة جدا وفي برضو معاهد متوسطة يعني عندك اختيارات كتيرة جدا 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 في الثانوية العامة طيب لو انت بقى مش عايزة الثانوية العامة والمجموعة كبير يبقى تاني حاجة على طول عندك التمريد وطبعا لما بنقول التمريد هو التمريد العادي مش التمريد العسكري التمريد الايه؟ العادي مش التمريد العسكري طيب مش معنى التمريد العادي مش التمريد العسكري لان يا شباب ويا بنات قلنا قبل كده ان التمريد العسكري بعد 3 عدادي اتلغى مفيش قبول للتمريد العسكري بعد 3 عدادي بقى بعد الثانوية العامة ده التمريد العسكري ولكن حاليا التمريد العادي وده بياخد من مجموع كبير جدا على اختلاف طبعا المحافظات المختلفة فده تاني حاجة برضو يعني ممكن تهم البنات او تبقى حاجة مناسبة للبنات هي التمريد طيب لو انت مش عايزة التمريد نيجي بعد كده بقى لمدارس تكنولوجية والمدارس التكنولوجية انا فوجة نظري هي الخيار الامثل او افضل حاجة بعد السنوية العامة وبعد التمريد العادي ايه مثل مدارس التكنولوجية احنا كنا بفضل الله اتكلمنا على القناة اتكلمنا عن بعض هذه المدارس واتكلمنا عن تخصصات هذه المدارس ومعلومات كتير فالمدارس التكنولوجية مدارس مهمة جدا 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 وطبعا بيبقى ليها اختبار للكبول والمدارس دي زي ما قلنا كده مدرسة سويدي مدرسة وي مدرسة جولد للدهب مدرسة اي تيك مدارس كتير جدا 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 وفي مدرسة برضو تانية اسمها مدرسة احمد تعلب الفندقية بمدينة نصر في محافظة القاهرة المدرسة دي برضو من المدارس التكنولوجية الفندقية ومهمة جدا للبنات عندك برضو مدرسة ذكاء الاصطناعي ومهمة وعندك مدرسة سويدي اللي هي موجودة في العاشر او في الجيزة للبرمجيات طبعا ده برضو تخصصات اعتقد هتفيد البنات وتبقى مناسبة للبنات وعندك بعد كده برضو مدرسة الفنون ودي برضو مدرسة تكنولوجية فيها تخصصات كتير زي تكنولوجيا تشغيل الاضاءة الخدع والمؤثرات ازياء والحاجات دي برضو تناسب البنات وعندك برضو اكاديمية السويدي فرع السادات وده برضو مهمة جدا 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 للبنات وعندك بقى مدرسة احمد ضي فلا باسيوت للتكنولوجيا الرقمية برضو من المدارس التكنولوجية الحديثة وعندك مدرسة ريادة للالبان ببورسعيد كل المدارس دي برضو تخصصاتها جميلة ومناسبة للبنات بعد كده عندك بقى مدارس التعليم المزدوج اللي هي بيقولوا عليها مبارك كول فيه اقسام كتيرة جدا برضو تخص البنات او مناسبة للبنات زي سكرتاريا طبية مساعد فني اداري ملابس الكترونيات صناعية وهكذا عندك بعد كده المدارس الصناعية العادية اللي هي بقى قسم الملابس الجهزة قسم الزخرافة قسم فني النسيج وهكذا كل المدارس دي مهمة جدا وان شاء الله ممكن مدرسة الصناعية تكتهي دي وبعد كده تعمل معادلة تقدر ان شاء الله تخش كلية الهندسة تمام كده عندك بعد كده في اختيار تاني برضو للبنات هي مدارس التجارة او مدارس التجارة دلوقتي او مدارس التعليم الفني عموما بقت بنظام الجدارات وده نظام جميل جدا وهي طبعا مدارس التجارة مدارس الصناعية مدارس الفندقي مدارس الزراعة كل ده بقى بنظام الجدارات عندك اربع تخصصات مهمين جدا فني سكرتاريا فني تعمينات فني كاتب حسابات فني مبيعات دي كده تخصصات مدارس التجارة دي برضو مناسبة للبنات تمام كده عندك بعد كده المجمعات التكنولوجية زي المجمع اللي موجود في الأميرية أو أبو غالب أو أسيوت وهكذا برضو من المجمعات الجميلة والمناسبة وفيها تخصصات برضو تناسب البنات تمام كده عندك بعد كده مدارس السياحة والفنادق على اختلاف المحافظات المختلفة تمام كده فيها طبعا تلت تخصصات برضو مهمين جدا فني مضيف مشرف غرف فني طاهي تمام كده يبقى عندنا تلت تخصصات في مدارس السياحة فني مضيف مشرف غرف فني طاهي طبعا التلت تخصصات دول مهمين ليه لإن هذه المدارس برضو زي ما قلنا برضو بنظام الجدارات عندك برضو المدارس الزراعية الثانوي الزراعي وعندك فيها تخصصات جميلة جدا زي فني تصنيع غذائي فني حاصلات بستانية فني معامل فني هندسة زراعية فني محاصيل حقل فني انتاج حيواني وداجني وهكذا عندك بقى مدرسة برضو جميلة جدا اسمها مدرسة الغزل والنسيج المدرسة دي على فكرة بتدرسي فيها نظري وفيها تدريب عملي ومكافأة كمان من 300 إلى 500 جنيه يا بلاش يعني بتدرسي وفي نفس الوقت بيبقى فيه مكافئات تمام طب فيها اقسام ايه مستر فيها اقسام كتير زخرفة وتنصيق واعلان قسم طبع وتجهيز منسوجات قسم بلابس جهزة قسم تركو قال قسم النسيج قسم الغزل وهي طبعا موجودة في القاهرة امام مستشفى الساحل في شارع دينشاي تمام كده يبقى هذه المدارس مدارس مهمة جدا وتخصصات مختلفة للبنات ممكن يكون حد عنده اختيار غير كده قد يكون ممكن واحد يناسبه اختيار ما يناسبش الآخر اهم حاجة كل واحد يعرف المحافظة بتاعته ايه والمدرسة المتوفرة ايه والمجموع بتاعه ايه بالزبط وميوله ايه ويبتدي يختار الاختيار المزبوط تمام كده يا شباب لو عجبك الفيديو ما تنساش لايك وتعليق جميل ولا كنت اول مرة تشاهد القناة شرفني بالاشتراك ومننساش تفعيل الجرس عشان ان شاء الله يجي لكل جديد وتشاهد الفيديو عشان غيرك يستفيد ربنا ووفقكو يا بنات ويطنولو اللي تتمنوا كان معكم استر احمد علي انتظروني في فيديوهات جديدة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولو انت اول مرة تشاهد القناة شرفني بالاشتراك ودوص لايك وتنساش تفعيل الجرس عشان يجي لكل جديد وتشاهر الفيديو عشان غيرك يستفيد وتشاهر الفيديو عشان غيرك يستفيد